إذا لم يكن قبله ولا بعده ولا زيه ولا هيجي يعني خرباك هي بغضة تبقى يعني وجهات نظر يعني في لعبة مثلا دلوقتي يقول لك ما يالي المهار ما يالي المهارة أكتر وما شوف كريستينو رونالدو برضو في حتة تانية خول أنا كريستينو رونالدو بالنسبالي لعب لا يتمتع بأي نوع من المهارة خالص يعني ما عندوش أي موهبة ربانية بس اشتغل على نفسه يعني طور من نفسه واشتغل على نفسه وهو بدني طبعا يعني في حتة تانية خالص يعني بيشتغل على نفسه في الفتنس وفي لا أنتشوف مدى الطموح والحافظ اللي داخل اللي داخل كريستينو وانه تشوف في آخر مغرب بيحدث ثلاث أهداف بيكسف رقيته وصدتو تنهام طبعا فكله يقول لك خلص كريستينو كده خلص أو مش قادر أو لا خلاص أو بيأخذ الرقم ده تاني هاتريك بعد 14 سنة من أول هاتريك حط في الدوري الإنجليزي لا هو أرقم يتكلم على هاتريك وهو 23 سنة مع منشستر يونايتد وهاتريك وهو 37 سنة مع منشستر يونايتد يعني برضو كتير كتير جدا يعني زيه بطل من زمان وقعد يعني طبعا لا هنا برضو العقلية يعني هم منثالي بتاع اللعيب هو بيفكر إزاي هو عايز إيه يعني العقلية والمنثالي يقول لك خلاص دمعه فلوس قد إيه أو مش محتاج لكورة أو عنده بيزنس يعني كريستينو عنده بيزنس كبير جدا ميسي عنده بيزنس بتاعه بره صلاح عنده بيزنس بتاعه بره بس العقلية والمنثاليتي والدماغ هي هنا كنتك انت كنجم وكتموحك بلا حدود يعني بلا حدود كله قال خلاص كريستينو هيرجع هيبطل في منشستر لكن بتشوف انه هو بيرجع وبيقدي بالصورة دي وبيقدر يكسف فرقيته وبيبقى المميز ويسجل هاترك في فريق كبير زي توتنام فلاقي إيه العقلية دي وإيه الدماغ دي والله انت خدتني النقطة مهمة جدا بس أنا عايز أقفل معاك الحتة دي عشان دايما ده السؤال ما تقدرش تاخد عليه إجماع يعني لما تكلمني على مثلا مواهبة زي زيدان زين الدين زيدان زين الدين زيدان أو زيدان بتاعنا زيدان بتاعنا أنا بشوفه فلتة الحقيقة طبعا يعني واحد وكنت بشوف انه يعني واحد من الأسماء اللي لازم كتتعدي محمد صلاة طبعا يعني بجد بس يعني هو عمل مشوار كويس مخترم برضو وكان نجم في ألمانيا ومع مايز ومع بروسيا دورتموند ومع يورجن كلوب مش حدر الكلوب انه كان لعيب مهم بس أنا بشوف برضو من الأسماء المهمة في الكوار المصرية لك بكلمة زيدان الجزائر الأصل الفرنسي الجنسية كلمة كعلى مواهبة زي رونالدينيو البرازيلي كلمة كعلى رونالدو الكبير البرازيلي اللعيبة اللي تحس انه بصمة مالوش زي مجاش زي كل واحد يستايلو اللي ما تعرفش هم دول اللعيبة دايما من وجهة نظري يعني دايما المنافسة على الأفضل لا هنا أنا بشوف من وجهة نظري أنت هتقعد كم سنة على نفس المستوى أنت هتقعد كم سنة تحقق الكرة الزهبية مضبوط نتفق معك عشان كده هنا أنا بقول لي ميسي وكريستينو في حتة تانية خالص يعني في حتة تانية خالص أنا عادة كتير يعني بيكهم في ناس كتير أوزيدان رونالدينيو رونالدو الظاهرة يعني فيه لعيبة كتيرة جدا بس هتلاقي عادة خمس ست سنين لكن أنت بتتكلم في كريستينو وميسي هم بقلهم حوالي 16 أو 17 سنة هم متربعين على عرش الكرة في العالم يعني عندما نشوف الجواز الأخيرة دخل معهم ليفندوسكي في الآخر واخدها وقبلهم مدرج لكن هم هتلاقيهم على الكرسي على طول على الكرسي أحسن لعب في العالم فأنت بتتكلم في كريستينو وميسي عشان كده هناك ويمتك أنت كلعيب على مدى السنين اللي أنت بتلعبها أنت حققت إيه مع النادي حققت إيه للتعاييل الشخصي بتاعك أو الطموح الشخصي بتاعك حققت ميسي بيحقق كرة زهبية الست أو السبعة بين فأنا زي ماقول حضرتك السبعة دي مش محسوبة السبعة دي كانت كده يعني كده بالحوض كانت استهلة صلاح صلاح أو ليفندوسكي يعني لو كانت راحت ليفندوسكي لو عادت كانش هيزعى على المصرح أو حتى لو قلت مثلا إيه جورجينيو هو راجل يعني كسبان يورو عشرين مع إيطاليا وكسبان دوري أبطال مع تشلسي عشان أكوبة أمريكا لفرقت مع تشلسي